النهاردة 15 يناير 2012 من حوالي 94 سنة يعني يوم 15 يناير 1918 كان ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عيد ميلاده او لما تولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر احنا قررنا ان احنا نعمل عنه فقرة النهاردة لإحياء ذكرى ميلاده ومش عايزين النهاردة نقعد نتكلم على الكلام اللي كلنا عارفينه تاريخيا عن انجازاته او عدم انجازاته لانه اكيد كل واحد في الدنيا ليه ايجابيات وليه سلبيات في اي موقع ايا كان لكن عايزين نتكلم النهاردة عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بشكل مختلف شوية وخصوصا ان لضيفي جاي عنده معلومات جميلة جدا ان احنا نعرفها احنا على وشك على فكرة ان احنا يبقى عندنا رئيس جمهورية مصر العربية حاليا يعني على وشك ان احنا داخلين على ان احنا يبقى عندنا رئيس جمهورية ان شاء الله طبعا زعيم الراحل جمال عبد الناصر كان فيه عنده حاجة اسمها الكارزمة وحنتكلم عنها كان عنده قرارات مهمة جدا ومصيرية في وقت من الاوقات كان عنده زعامة عربية كان 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 تعالوا نتكلم النهاردة كده بدون مطول اكتر من كده في المقدمة مع الدكتور جمال شكرة استاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس صباح خير يا فنن صباح خير يا دكتور اهنا مسائل دكتور جمال قبل ما نبتدي نتكلم بالتفصيل على الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الاجيال الجديدة معظمها ما يعرفوش انجازات جمال عبد الناصر خلينا نتكلم الاول على انجازات عبد الناصر عظيم يعني عبد الناصر احب اقول انه هو شخصية وطنية وزعيم قومي له انجازات كثيرة جدا على المستوى الداخلي وعلى مستوى الاعلاقات الدولية خلينا اقول انه صاحب مشروع نهضوي وانه هذا المشروع اهتم اساسا بتحقيق نهضة اقتصادية ونهضة اجتماعية اه ونهضة ثقافية للمواطن المصري وانه اه بدأ يطبق المبادئ الستة اللي طرحها في اه اللي هي مبادئ تنظيم الدباط الاحرار او مبادئ صورة يوليو 52 اهم هذه المبادئ المبادئ الثلاثة اللي هي كانت هدم ونجح في انه يهدم النظام القديم وبسرعة بسرعة لافتة للنظر تمكن من هدم النظام القديم اللي هي القضاء على الاقطاع واعوان القضاء على رأس المال القضاء على الاحتكار الى اخر ده ثم بدأ عملية البناء عملية البناء مرتبطة في زين عبد الناصر بنحيازه للجماهية ولذلك المشروع القومي الاساسي هو مشروع السد العالي تجد مشاريع متعلقة بالنهضة الصناعية البناء الصناعات الثقيلة وعلى فكرة يعني احنا خسرنا كتير اوي من بيع المصانع ومصانع القطاع العام وشركاته في الفترة اللي فاتت دي وهي يعني لما نحاول نعملها مرة تانية هتتكلفنا مليارات من الجنيهات انجازات كتيرة منها تأميم قناة السويس ويعني مش عايز ادخل في تفاصيل للانجازات لانه انا عارف ان الناس كتير يعرفوا هذي الانجازات لكن عايز اتكلم زي ما قاله السيد اشرف كده عن الجانب الشخصي شوية او ما لم يعرف عن الزعيم السيد اشرف طرح من قبل نقطع كلامك يعني هنخش في المرحلة اللي حداك عايز تتكلم فيها دي لكن تعال نتكلم الاول انت عايز تشوف الحاجة الشخصية بتاعته يعني ملامح الشخصية بتاعته خلينا نتكلم عن موضوع الكاريزمة الكاريزمة دي هي انك يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديها لشخص صحيح انك انت يعني مش مثلا بتبتدي معاه سغيرة وتكبر او يعني هي ربنا بيحطها في شخص وفي وش شخص كده ان انا مجرد ان انا ابص في وشه اه اعايز افضل بصص له مابعيدش وشي اه مؤسن جدا اه صح الكلام ده عظيم جدا هو هو عبد الناصر كمان قبل ظهور التلفزيون فهو زعيم بمعنى الكلمة ما هو الزعيم تلفزيوني لكن عايز تتكلم عن الكاريزمة عبد الناصر فيه اتفاق على ان الكاريزمة كانت في نظرته في عيونه بس عايز بين قصين اؤكد على انه فيه ناس كتير يا ربنا بيمنحها لكن ما بتدعمش هذه الكاريزمة بثقافة وبينحياز للجميعات زي ما نقول فعبد الناصر فيه اتفاق على انه لم يكن يستطع شخص ان ينظر في عينه لموندة طويلة يعني عينه قوية قوية ومؤثرة جدا قوية ولا عنده قبول بشكل عنده قبول وعينه مؤثرة جدا ويمكن اذا سمحتولي احكي القصة دي الاديب الكبير يحيى حقي تشكك في هذه المسألة انه كلما يقابل حد يقول له انه ما تقدرش تبص في عينه ولو البرها يعني فقرر انه هو اول ما تجيه له فرصة يجرب معاه فجدت لفرصة لما جايزه جايز دولة التقدرية فركز عينه وكتب في مذاكراته في اخر صفحة من مذاكراته حقي انه انا جربت وفي ثواني كانت عيوني تحت فهو شخصية مؤثرة ولما جاي له استاذ مجدي كامل يعمل ناصر وانا تشرفت مراجعته تاريخيا نبهته الى مسألة هذه الكاريزمة هو تأثير لكن هذه الكاريزمة ناس كتير او عندها قبول عندها كيميا عندها لكن لا يدعمها بثقافة ومن حياز الجميع انت لو طلعت واحد عيونه كويسة او له تأثير ولم يتبنى قضية جيدة يعني لو طلع واحد دلوقتي وعنده تأثير وقال الاستعمار التام او الموت الزؤام اللي هو مصطفى زي مصطفى كامل مين هيصدقوا ومين هيتقبلوا اه صحيح عنده كاريزمة لكن فمسألة الكاريزمة دي موهبة زم حياتك بتقول لكن هو دعمها اساسا بالثقافة وقصة تكوين عبد الناصر الفكري ومصادر تكوينه مسألة على فكرة مهمة جدا وانا عملت فيها كتاب ازاي انه هو وهو فيه مرحلة الاعدادية والسنوية قرأ قراءات كثيرا للغاية وازاي لما وصل لمرحلة الكلية الحربية ارى كل كتب اللي موجودة في الكلية من خلال دفتر الاستعارات فكان بيعد نفسه لهزيز لانه حكم مصر ليس مسألة هينة وحكم مصر وعنده كم سنة 35 تقريبا يعني هو شاب صغير 35 ده صغير جدا لكن قبل كده كان لونة شاط كضبط حر وخرج في المظاهرات في مرحلة السنوية العامة ولونة شاط اظن مصيبة انه مسألة عنده 35 سنة يبقى رئيس جمهورية دلوقتي لا مش مصيبة هو احنا محنا فيه طريقنا للتغيير طريقنا للتغيير كل اللي متقدم فوق والله يعني كان مفروض انه من نتائج طورة 25 يناير انه الشباب ياخدوا دورهم واعتقد انه مؤسسات الدولة بتنتبه لهذه المسألة الآن تمام يعني فينا زعامة وقوة وثقافة وفيه حاجات كتير جدا دعامة شخصية جمال عبد الناصر قرارات عبد الناصر كانت قرارات فردية ولا كانت قرارات يعني ندكة عن تشاور ومستشارين ويتشوف ايه اللي في مصلحة البلد ناس كتير قالت عبد الناصر ده كان ديكتاتور وناس قالت لا عبد الناصر كان بيعمل الصح وهو فعلا فيك يعني كتير جدا من قرارات وكانت الصح حضرتك مع انه جاه هو اعترف انه هو ويمكن الكاريزما لعب الدور في هذه المسألة انه يعني فشل في جانب الديمقراطية السياسية وبالمناسبة الديمقراطية السياسية عليها على ما تستفهم كتير وانا من الذين يعني يميلون الى الجانب جانب الديمقراطية الاجتماعية اكتر من جانب الديمقراطية السياسية هو نجح فيما يتعلق بالديمقراطية الاجتماعية وغير شكل خريطة البناء الاجتماعي في مصر بعد سنوات قليلة في الايام الشهور ستامبا عطوه 52 قانون تحديد الملكية وقوانين الاصلاح الزراعي وقوانين الغاء الرتب وناشين وما الى ذلك غير في شكل الخريطة الاجتماعية في مصر بالنسبة للمطبخ السياسي لا كان فيه وفيه تشاور ويمكن بمناسبة القراءات حتى لما بقى رئيس جمهورية كان العادة دي موجودة عنده وهو ضبط صغير حتى لما بقى رئيس جمهورية كان بيجيب كتب ويقراها ويقشر عليها انه خد يا فلان اقرادها ورد عليها لخصوا ولتذل هذه المؤلفات موجودة حتى الان وعليها التأشيرات وحتى بعض الوزراء اللي هم أساتذة جامعة تنكروا هذه المسألة يعني قالوا احنا سيبنا المدرجات وجايين نبقى وزراء عشان نتعلم من جديد لانه بيدي له كتاب في الاشراكية الفعبية يدي له كتاب في تاريخ الفكر الاشراكي كتاب في المشاور فقالوا احنا هنرجع تاني لقاعات الدرس وتصوره ان هو بيمزح يعني خد قراءة ده ولقصه وقل لي رأيك فيه فلما بيجي مجتمع مجلس الوزراء التاني بيسأله يا فلان قريت فالضباط اللي هم بأعضاء مجلس قد السورة قالوا للوزراء خلي بالكم هو هيسألك انت قريته ولا لا ان دي عادة من يما كان ضابط كويس فالقرارات يعني هذا اتهام ظالم هو زعيم وكان رزمته طاغية لكن مؤكد يعني واضح انه كان بيرجع للمؤسسات وكان عنده اكتر من جهاز للمراقبة يعني مسألة الشكاوى اللي كان بترسل له كان بيتتبعها باكتر من وسيل انه اشر على الشكوى انه فلاني تعالج مشكلته بالطريقة الفلانية وبعدين يبدأ يتتبع من خلال اجهزته المختلفة بس لحد دلوقتي حالك بتتكلم برضو على عبد الناصر كفرد يعني عشان ادي لحد كتاب واقول له اقرأ الكتاب ده يبقى انا بفرض عليه فكر معين انا بقول له اقرأ الاتجاه ده لا مش الاتجاه ده كان اتجاهات مختلفة وكتب مختلفة ومشروع الثقافي والدور العظيم يعني مصر في الستينيات عندها مشروع النهضوي في مجال الثقافة رائع جدا ويا ريت نرجع تاني لحجم الترجمات وحجم الانتاج وحجم الابداع وما كانش فيها هذه القيود يعني يعني ده اتهامات كلها من عبد الناصر يعني على سبيل المثال الكتاب الرهيب اللي هو المنشور بتاع سيد قد سمح بنشره ثلاث مرات لكن لما جات له تقارير بعد كده من جهات متعددة انه هذا الكتاب بتعدى عليه موائد مستديرة ومناقشات وانه اصبح يعني يمثل خطورة لانه هما بيستعدوا الاخوان المسلمين واختازن بيستعدوا لاستغلال كتاب سيد قد في الانقلاب على النظام صدر الكتاب لكن انت تعالي شوفي الابداع ابداعات اه 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 ده بقنا العظام في فطف الستينيات ياريت ترجع بقى معاين التاريخ ما برجعش الورا ياريت نرجع تاني نشوف المشروع الثقافي له ونبدأ نتتباهه يعني دكتور جمال حضرتك قبل الفقرة كنت عايز تحكي لنا عن حاجات انت عارفها الناس كي تيه ما تعرفها اه صحيح انا اقول لحضرتك هو علاقته بالجمهير كانت علاقة رائعة اعا ازاي واعتقد انه ولا وثيقة غير الجنازة تؤكد مدى حب الجمهير لعبد الناصر دي وثيقة كلنا شوفناها وشوفنا ازاي ان المصر كلها خرجت تودع هذا ازاي الوثيقة التانية ميدان التحرير في غالبية عظمى من اللي بيطلعهم بيقولوا عبد الناصر هو ليه اصلي دي ما تجيش بسهولة كده لان هو لمس وطر حساس عند الجمهير ولذلك ولما بنتكلم وانا اليما قال هينزل قريب عن شروط الواجب توفرة في رئيس الجمهورية لما بنتكلم عن رئيس الجمهورية يبقى اول حاجة طهارة اليد انا حضرب لحضرتك مثل عن طهارة اليد وذا شيء نادر وانا الحقيقة شفته في الوسائق شفته في الوسائق تاجر ايطالي وصل الى رئيس الجمهورية طبعا هو تاجر اساس فعايز يبيع فوصل اجمل مكان يبيع فيه عبد الناصر عنده بنتين فممكن يذهب الى رئيس الجمهورية فذهب بالكتالوج بتاعه الى رئيس الجمهورية وعرض على سامي شرف ده انا ما عرفتوش الى بعدين بقى التفاصيل دي لكن الوسيقى اللي قدامي كان فيها كلمة واحدة بس هي كلمة لأة بالهمزة تقيلة كده فانا استغربت ايه لأة دي عرض على سامي شرف هذا التاجر انه يبيع الاساس الايطالي لعبد الناصر ولمن يرغب من الموظفين الكبار في القصر ففرح اوي سامي شرف لانه بنته في سن زواج هي الاخرة واخد للسيدة تحية المحترمة جدا اخد لها الكتالوج فأشرت بحذر شديد على بعض الاسناف متواضعة التمن وقالت له ممكن دول عشان جواز البنات هو كمان كان رايح يؤلد على عبد الناصر على الاساس انه هو يأشر بقى بعد ما دم تحية تاخد هو كمان يقل فعبد الناصر ده خله البسطة بتاعته فشاف كذا قال له ايه ده قال له ده تاجر اساس كذا 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 فكتب له هو واقف لا فانا شفت الوسيقة دي فمين يشرح حالي ايه يشرح لأ وعليها الهمزة ايه لا مش لا لا لأ لأ فسألت استاذ شامي شرف ربنا دي له صحة كلمته في التريفون وسألته قال له طب تعالى ما احكي لك الحكاية بقى كذا 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 ولما سألته طب لأ ليه رئيس قال له لأ لأنه لما تبقى كل بنت في ريف مصر قادرة على ان تتجهز يتم تجهزها من عند هذا التاجر الايطالي نبقى نجاهز بناتنا بشكل ده واعتقد اللي زار الدكتورة هودا واللزار المهندس عبد الحكيم وانا كان ليه علاقة بهم والمهندس خالف اللي ارحمه يكتشف ان بيوتهم عادية جدا فتقول ليش مونة مونة ليها وضع خاص مرتبط بزهر يعني طهارة اليد اه فده شرط يجب توفره وهو لما مات كان مديون عشان نبقى عارفين يعني لما مات كان مديون وانور سادات في مجلس الامة قرر ان هو يسد عنه ديونه البسيطة كان عامل استبدال معاش اه واستبدال معاش وما الى زلك لكن الحاجة التانية فيما اتعلق بعلقته بالجماهير وماذا شعوره وعلى فكرة هذا السق الاجتماعي بين الحاكم والجماهير هو اللي بيبقي على الزعيم نعم وهو اللي بيخرق منه زعيم لما ينفض هذا السق الاجتماعي خلاص انتهت زي ما شوفنا في التحرير كده احنا فكينا السق ده مش عايزينا لكن تهينا فهو بالنسبة لعبد الناصر مرة راكب قطر السعيد فخذفت عليه منديل محلاوي كده فلاح راح ضرب وعد المنديل ونزل بالزبط جنبه عبد الناصر طبعا الحرس الخاص جات له حالة من الرعب الشديد ان دي قنبلة فقال لهم لا لا بس هتوه هو اللي مخافش قال لهم هتوه انا انا عارف اللي موجود فيها فكلهم اندهش طبعا ايه اللي موجود فيها ففتح فوجد العيش الحنون ده او العيش المعمول بالامح والدرة الاصفر ده عيش رديق جدا وعفوا انفح لبصل وجبنا ريش فقال لهم دي رسالة انا قريتها خلاص ايه الرسالة انه عمال الترحيل المصريين لم تصلهم انجازات ثورة يوليو اللي هي متعلقة بالعدلة الاجتماعية وتزويب الفوارق بين الطبخات وقصة كثيرة منها القصة الشهيرة بتاع ابنه لما تنقل الى الاصر عبدين لغاية ما يعده البيت بتاعه عشان يليق برئيس جمهورية استقبل ضيوف فخالد وهو طفل بدأ يلعب في الاصر فكان هيكسر فازها فقال له تعالى ابوك ما يقدرش يسد التمن هذي القصة وطبعا هذه القصص الجميلة الرائعة اللي ياريتني ديها الرئيس الجمهورية القادم هذه القصص موثقة من اكتر من شاهد عيان وكتبت فيه اكتر معادة الوثيقة اللي انا طرحتها اخر حاجة احب اقولها في هذا المجال التشويش على علاقته بوالده بمسألة غبية جدا هو كان بيحترم والده بيقدره كل حاجة لكن هو كان صارف جدا في معاملته بكل افراد اسرته الحادثة اللي برضو لقيتها في الوسائق علامة استفهام على كمية البنزين اللي بيستهلكها والده في العربية الاردة الزغيرة اللي جابها له من مرتبه وايصالات سددها من مرتبه موجودة في قصر الجمهورية حتى الان نعم في وثاق عبدالناصر نعم فعلمت استفهام فسامي شرف طريع له وقال له يعني ايه علامة الاستفهام دي قال له بيعمل ايه بالبنزين ده كله وبيروح فين بالعربية كيه ما اعترض على حاجات كتيرة طبعا انا احنا بنتكلم دلوقتي على مليارات فالبنزين ايه يعني فالده غضب منه لما سامي شرف قال له واجهه وقال له بتروح فين يعني فسامي شرف راح بقال للوالده فغضب وطلع على المحطة وقري وراه عشان يجبوه بقى تحدوتها كتبت بس دي تدل على تهارة اليد وده احد الان واليوم احنا نؤكد على ده لان احنا محتاجين ان الرئيس اللي جاي يبقى عارف ان دي اموال الدولة وعارف ان دي امواله ما يستغلش لان كفاية سر او نهب في مصر يوم حدريك بتتكلم على مريمه شخصية عبدالناصر تحس ان دي ايه كل الصفات دي اكيد حبيبت الناس فيه فهو كان عنده شعبية عالية جدا ليه الحزب الناصري يعني لم يصبح لديه نفس الشعبية اللي كانت موجودة عن عبدالناصر نتيجة الاستراعات اللي صدرت بين الفرق الناصرية المختلفة على مستوى مصر والعالم العربي يعني لا يوجد طيار ناصري موحد وبعدين في حاجة مهمة جدا احنا ما نقدرش نوقع في الزمن عند افكار عبدالناصر الافكار اللي طرح عبدالناصر ماداش نيه نقول بقى زي ما نوقف هنا الناس كانت بتقول ان عبدالناصر ده سابق لعصر اه هو ماشي عظيم بس هما لازم كان يطوروا نفسهم ويتحركوا في القطار ده لكن حدست الانشقاقات سواء هنا او على مستوى العالم العربي داخل هذا الطيب هيمكن ده سبب رئيسي ليه دايما قرينا في عدة مجالات انه الزعيم الراح جمال عبدالناصر مات مسموم وانه كان فيه اتهام بشكل او باخر لزعيم الراحل السادات هل ده انت قريته؟ قريته طبعا وقريت ما هو ليه 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 يعني تعليق حضرتك تاريخيا هقول لحضرتك حاجة انت لما تيجي تقرأ اشياء غير مقنعة او اشياء مقنعة انت اللي حكم فيها يعني انت كقارق انت اللي بتحكم فيها فاحنا كلنا كنا مستقرين على ان عبدالناصر مات طبيعيا لكن بعد كده بدأت تتواطر كده بعض الاخبار عن انه ممكن يكون دس له السم اعداءه كتير وهذا يؤكد انه ممكن دوارد يعني لكن الى الان سيظل هذا اللغز لغز وانت بتقول لي انت قريت انا قريت كل الكتب لصدد عن وفاة عبدالناصر وقريت بقى ما هو انيال انا اسف التعبير ما هو اغرب انه لم يمت بعد يعني دي واحد عملين اكتاب كده اسمه الملف وانه الزعيم ما ماتش اصلا ده هو الخطف وموجود دلوقتي في الولايات التاحية الامريكية في حديقة كده وبيعالجوا الكتاب عندي يعني ووزعوا علينا وذا شيء بقى يعني وهو حكى قصة انه كان في السجن في قابل واحد من اللي بيحبه عبدالناصر ومخب الملف ده وانه مراكز القوة خطفت عبدالناصر وقال له انا هموت خد الملف ده وكتاب غريب جدا ده بيلقي على الباحثين في علم التاريخ يعني اعباء شديدة جدا لانك في النهاية ممكن تقول ولن نتمكن من حسم القضية ستظل القضية اللي عنده جرأة ويقول بقى انه سادات صاحب مصلحة وسامه هنقول له تفهات وسائق ادالوا فنجال اهوة اما هم ادالوا ميت فنجال اهوة قبل كده لكن السادات صاحب مصلحة ايوة الامريكان اصحاب مصلحة ايوة الاخوان حاولوا مرارا وتكرارا انهم ما يقتلوا ايوة بروبي في فنجال اهوة المخابرات البريطانية حاولت وفي دينامية تتلف على الوسط ودخلوا القطر واتمسك والصفراجة اللي ايديت رعشت وما قدرش انه هو يسموا وعبد الناصر كشف انه انه الى اخر ده فده من يعني انا بوجه بعض الباحثين الى الكشف عن وثائق كمال اذهم رجل مخابرات السعودي لعل فيها لانه علاقة كمال اذهم بانور السادات قبل اتنين قبل اسف قبل وفاة عبد الناصر تثير علامات استفهام كتير لكن هيظل هذا الحدث معلق هيظل حدث انتحار المشير او قتله معلق لان الوسائق ليست حاسمة وعليك ان تقرأ انت ما بين السطور وترجح وجهة النظر الغالبة لكن هذا من الاحداث اللي ايبع عليها دايما علامة استفهام جمال عبد الناصر كان زعيم للامة العربية كلها بحكم مواقف وحكم كرارات وكل حاجة اهم الكرارات اللي اخذها عبد الناصر على مستوى العربي هو كان واعي جدا لمسألة مصر واهمية مصر جغرافيا واستراتيجيا وده درسه من خلال الدراسات الكتيرة اللي قرأها قبل لما يدخل حتى كلية الحربية ولما دخل كلية الحربية كان الدراسات وقراءاته عن الحروب وغيرها وعن موقع مصر في العالم وتوصل الى انه بتحيط بمصر ثلاث دوائر وبالتالي هذه البلد اما تلعب دور فاعل وقوي وتصبح امبراطورية وده عبر التاريخ اما هي امبراطورية واما هي جزء من امبراطورية فاعلة فهو كان واعي جدا ان فيه دور في الاقليم ودور في الشرق الاوسط ودور في العالم كله يجب ان تلعب وعشان كده نجح ان هو يرسم فكرة الدوائر الثلاث الدائرة العربية والدائرة الاسلامية والدائرة الافريقية وكان لمصر دور وموقع مهم جدا وإلا يعني كيف هو ناصر كل الثورات العربية وانا يعني بنزعل جدا لما حد يقول واحنا ملنا ملنا ومال الثورات العربية ده هو لاعب شطرانج ماهر جدا وحسبها ببساطة شديدة وجود الاستعمار الايطالي في ليبيا يضعف من استقلال مصر وجود الاستعمار في افريقيا يضعف من استقلال مصر يعني لمصلحة مصر فهي في الاساس انت لا تدافعين عن فلسطين من اجل سواد عيون فلسطين طب والحروب العربية انت تؤيدين فلسطين من اجل الامن القوم المصري انت البوابة الشرقية دي اللي بيجن منها كل الاعداء اذا لم تؤمنيها فانت مصر رأس الافعة زي ما قالوا الصليبيين هيدخلوا ويدربونا احنا فدي مسألة مهمة جدا وكان واعي لي اسرائيل بمجرد ما مات عبد الناصر وبدأنا نترك افريقيا تسللت افريقيا واعتقد حضراتكم بالتابعهم وصول اسرائيل الى جنوب افريقيا فهو كان فاهمة دي الدوائر وبيؤيد حرب اكتوبر 73 لم تكن لا تنجح الا لو لم تكن ثورة اليمن قد نجحت لان المضيقين احنا افناها في 73 انه في حكومة وطنية ثورية في اليمن وانا كنا هزمنا في 73 نتيجة الوجودة الى اخر ده كل الثورات العربية فيها دعم لنا لان احنا في منطقة واحدة عشان كده هو بيسمى زعيم قومي وعشان كده سواء العربية الكر في العراق وصاحب محل الحلاء كان بيعلق صوره حتى ده حد دلوقتي حد دلوقتي في كل البلاد العربية على فكرة بيحب عايز بس اقول انه انه هذا ليس انحيازا كامل العبد الناصر له ما له زي مالس والاشرف وعليه ما عليه طيب انا ناقص لاربع دقائق اتفضل تعالى ننتقل بقى من الف سوائمية وتمنتاشر ايه شوية كده سريعا لغير خمسة وعشرين لا لالفين واتناشر حاليا ايه كويس خمسة وعشرين يناير الفين واتناشر انت حضريك قلتلي من شوية انك انت ناوي انك انت عندك عندك مقالة خاصة بمواصفات لرئيس الجمهورية اللي جاي تدينا واحد اتنين تلات اربعة من وجهة نظرك تاريخيا كمان يعني يعني اول حاجة انه يفهم تاريخ كويس قوي ويفهم جغرافيا كويس قوي ويعني إذا كان عايز درس في التاريخ او درس في جغرافيا هنا عندنا استعداد لانه اذا لم تفهم تاريخ هذه البلد وتفهم جغرافيتها فانت ما تسلوحش تحكم البلد ادي واحد اتنين انه يفهم هذا الشعب وهذا الشعب العبقري جدا عشان يحمي نفسه من المنصة او يحمي نفسه من التحريق وكل حاكم ما قادرش يفهم تركيبة الشخصية المصرية بيروح في مسبلة التاريخ اما لماذا يطلع محمد علي اما لماذا يطلع الخديو اسماعيل اما لماذا يبرز عبد الناصر لانه هنا في قدرة على فهم مصر وفهم الشخصية المصرية وتكوين وتقديم مشروع الهضوي يرتفع بهذه البلد الى احل صحيح انه هذه الشخصيات اللينا ذكرتها تحديدا يعني لم تأتي على موعد مع القدر زي مقال عبد الناصر نفسه ظروف الموضوع ما كانتش بنسبة لكن يبقى انه حاولت وقدمت ووجهت به تحدي من القوى الاستعمارية سواء كانت انجلترا او الولايات المتحدة الامريكية في زمن عبد الناصر تمام عايز اقول لحضرتك بالاضافة الى كده انه ينحاز الى الاغلبية انحيازه الى الجماهير الفقيرة دي وانا يعني من الذين يؤكدون على ان انحراف ثورة جوليو بعد الانفتاح الاقتصادي تحديدا ومع زمن حسن مبارك هو السبب في ثورة 25 يناير احد الاسباب الرئيسية في انفجار ثورة 25 يناير ان انت اهم اهداف ثورة 23 يوليو العدالة للتحقيق العدالة الاجتماعية اه تم سحبه من من على من 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 تحت اقدام الجماهير العريضة في مصر وبالتالي فانت لابد من قيام ثورة مرة ثانية وطبعا مش جديد مش مش غريب يعني انه يبقى شعار الثورة في التحرير عيش وحرية وعدالة اجتماعية لانه تم افتقدهم بعد اه الخصخاصة وبعد الانفتاح الاختصال في مواصفات كثيرة اخرى لكن انا يمكن قلت لحضرتك اهم بهذه المواصفات هل ممكن من ضمن المواصفات دي انك انت تبقى بصص كده زي موضوع عينين جمال عبد الناصر كده او الكاريزمة يعني هل مفروض انه يبقى فيه زعيم اوباما مثلا لما جاه عنده كاريزمة فيه كاريزمة كده بص له هل مفروض انك انت يبقى برضو عنده حتة الكاريزمة او جزء من الكاريزمة انت امام كاريزمة تلفزيونية بلا يعني كاريزمة صنعتها شاشات ومع ذلك هتجيب واحد يعني مختل عقليا تقول له احكم الجمهورية لازم هيكون عنده مواصفات معينة وتختزى الكاريزمة الجسدية فيه والمواصفات الجسدية في الحقل بقى انه هو يقدر يماشي العصر ويماشي التطور ويستطيع ان يفهم لغة الكاريزمة الوحدة مش كفاية كان عندنا ناس كتير عندهم كاريزمة قصد ان هو من ضمن الحاجات اكيد مؤكد مهم يا فيه شخصيات مرشحة لرئاسة الجمهورية ما تنفعش ما تنفعش من الزاوية اللي حياتك تتكلم عنها يعني يقول لك ده ممكن يبقى شكله ولغته وقدرته على التعامل مع الدول الخارجية يشرف مصر هو قال يشرف مصر من الشكل بس ويمكن واحد عامي اللي قال لي الكلام ده ويقصد مثلا حد بعينه يعني وراجل ملوش هو ما فيمش ايه اللي جوه دماغ ولس لكن حكم على اللي حياتك بتسأل عنه ده انه مناسب شكلا انه هو يبقى رئيس الجمهورية هنرجع تاني لعبد الناصر اللي مش مرور حتكلم عنه بس على مستوى الوطن العربي على مستوى العالمي كمان بالاتحاد السوفيتي طبعا وبدول جنوب افريقيا وبالهندوبيو وغسلافيا العلاقات دي كلها وطاتها ازاي وامتى هو زمن عبد الناصر كان زمن الحرب البردة وبالتالي كان العالم مقسم الى كتلتين الكتلة الشرقية والكتلة الغربية وهو نجح في اللعب على هذه التناقضات التناقض الانجلو اسف التناقض السوفيتي الامريكي ولعب على تناقض داخل المؤسكر الغربي اللي هو التناقض الانجلو امريكي وبمهارة شديدة تمكن سنة ستة وخمسين من ان هو يعني يقرأ عيون الولايات المتحدة الامريكية وتوجهاتها السياسية في الانتهاء من سيطرة الامبراطورية البريطانية والفرنسية حتى تصبح هي الامبراطورية التي تستقود العالم من ستة وخمسين لغد الوقت ولعب وكسب على فكرة ولذلك في شهر عسل طويل نسبيا بينه بين الولايات المتحدة الامريكية انتهى لما ايزنهاور قال له تعالى بقى في فراغ في الشرق الاوسط عايزين نملاه قال له الفراغ ده اعور وانت في دماغك بس الفراغ ده انا كان عندي استعمار خرج عايزتي تحل محله انا لا اقبل ان استبدل الاستعمار الانجليز والفرنسي في العالم العربي باستعمار امريكا وده اداله اداله جماهيرية اداله شعبية في دول العالم العربي كله انه وقف امام ايزنهاور ورفض ومن سبعة وخمسين ينايل سبعة وخمسين بدأ ايزنهاور يستعد لضرب عبدالناصر واللي احنا كنا بنقوله المؤامرات والجاسوسية ومحاولات الاغتيال كلها في العشر سنين لغت ما جات سبعة وستين ناتف ريش الديك والرومي بايا كان المصالح اللي استخدموه اللي هو حرب سبعة وستين بالنسبة للاتحاد السوفيتي هو اعلن كذا مرة ان هو مش شوعي لكن محتاج اسلحة اسرائيل كان بتضربه الولايات التحدة الامريكية عشان تدي له اسلحة لازم يوقع على قانون الامن الامريكي المتبادل يعني يبقى تابع استمد ايضا شهرته وجمهريته انه رفض انه يكون تابع الولايات المتحدة الامريكية سواء على المستوى الاقتصادي فكر فيه التنمية المعتمدة على الزات او على المستوى السياسي انه يدخل الاحلاف الغربية واذا ادالوا ايضا اتجاه الى التكوين مشاركة في تكوين الكتلة اللي حاتك تكلمي عنها كتلة عالم الانحياز وانا كنت في اندونيسيا السنة اللي فاتت وروحت زرت بندونج والى اي حد الناس هناك مصري عبد الناصر بندونج زعيم من زعماء العالم اللي كانوا عايزيني هذه الكتلة تعمل دور توازن بين الكتلتين الشرقية والغربية دكتور متهيال ان احنا فيه كتب وموسوعات اكيد اتعاملت عن الزعيم الراحة الجمال العبد الناصر لو عادنا نتكلم عنه مش هنديله حقه او 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 وبرضه احنا عملين نتكلم طبعا عن الايجابيات ما تكلمناش عن اي سلبيات وما دخلناش فيها زي اي انسان في الدنيا ممكن يكون فيه ايجابيات وفيه سلبيات حضرتك شرفتنا النهاردة وتعيش وتفتكر انا سعيد جدا بأسئلتكم الجميلة دكتور جمال شكرا استاذ التاريخ المعاصب جامعة عين شمس شكرا انجزيني لحضرتك افنا نشكر حضرتك جدا ألف شكرا شكرا انجزيني استنونا ليس معنا فقرات كتير بس بعد الفاصل